كما قام سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم بزيارة لسفارة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين وذلك لتقديم وجب العزاء في ضحايا الزلزال الذي وقع في جنوب تركيا يوم أمس وقد أعرب سعادة وزير الخارجية لسعادة السيدة اسم تشاكيل سفير الجمهورية التركية لدى المملكة عن خالص تعازي ومواساة مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا لحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيقة في ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كهرمان مرعش وعددا من الولايات جنوبي تركيا والمناطق الشمالية من سوريا وأسفر عن وفاة وإصابات مئات الإشخاص وانهيارات في المباني والمنازل والممتلكات سائلا المولى العلي القدير أن يمنى على جميع المصابين بالشفاء العجل مؤكدا تعاطف المملكة وتضامنها مع تركيا وشعبها الشقيق في هذه الكارثة المؤلمة